بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مواضيع مقترحة في الرياضيات في المتتاليات للبكالورية الخاصة بشعب أدب يعني أداب وفلسفة وأداب ولغات أجنبية رقم 5 حيث يقول نستمرين UN متتالية أولا حسابية معرفة على N يعني تنطلق من U0 كما يلي U1 زائد U3 يسعينا 34 و U2 في U4 يسعينا 450 واحد قال أحسب U2 ثم U4 يعني نحسب U2 بعدها نحسب U4 ثانيا قال أحسب الأساس R لهذه المتتالية الحسابية ثالثا قال أكتب UN بدلالة N رابعا قال أحسب المجموع SN الذي يسعينا U1 زائد U2 زائد 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 إلى غاية UN ثم قال ثم عين N يعني العدد الطبيعي N بحيث SN يسعينا 147 إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصلة نقطة بنقطة إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على هذا السؤال قال UN متتالية حسابية لما نتذكر كلمة متتالية حسابية يجب علينا أن نكون حافظين لبعض القانون بعض القوانين أولا عبارة الحد العام المعروفة أن UN يسعينا UP زائد N ناقص P في R هذه عبارة الحد العام في الحالة العامة لاحظوا وانتبهوا هذا الأمر الأول كذلك الشيء الذي يأتي في ذهني هو الوسط الحسابي كذلك نحن نعلم أن المتتالية الحسابية ماذا تقول؟ تقول U1 زائد U3 يسعينا مرتين من U2 كيف؟ دائما في الوسط الحسابي إذا ذكرنا مثلا ركزوا قلنا مثلا U8 زائد U10 ماذا يسعي؟ يسعينا مرتين من الحد الذي يأتي في وسطهم لهو U9 لكن بينهم كلمة زائد هذا ما يسمى الوسط الحسابي وتخيلوا كذلك أعطيكم مثال 8 زائد 10 كم؟ 18 ألا تسوينا 2 في 9؟ نعم هنا أنظروا 1 زائد كم؟ زائد 3 أربعة أليس هي 2 في 2؟ نعم إذن هذا هو الوسط الحسابي لماذا ذكرت هذا الشيء؟ لأني سوف أستغله السؤال قال أحسب U2 ثم U4 ننطلق أولا ب U2 إذا نكتب هنا حساب U2 نحن ماذا نعلم أبنائي؟ قلنا أنه نقول لدينا أن U1 زائد U3 قلنا يساوي إثنان من U2 ويساوي ركزوا جيدا يعني ها U1 زائد U3 ها هما يساوي إثنان U2 وهذا المجموع كم يساوي؟ وفي نفس الوقت يساوي إثنان U2 ومنه ماذا؟ ومنه U2 يساوي إثنان أربعة وثلاثون وهذا بما أنه يأتي إلى المقام مع إشارته معنى على ماذا؟ على إثنان وتصبح لنا U2 بالآلة الحاسبة سوف تعطي لكم السبعة عشر أرجو قد فاهمتم الفكرة يا أبنائي إذن بما أن المتتالية حسابية فإن U1 زائد U3 ليس ناقص مجموعهم U1 زائد U3 يساوي مرتين من U الحد الموجود هنا في الوسط من هو U2 يساوي إثنان U2 وكلاهما ماذا؟ يساوي أربعة وثلاثون ثم يبقى لنا U2 نقول U2 يساوي أربعة وثلاثون على هذا العدد المضروب يأتي إلى المقام ويصبح لنا كم؟ ثم نأتي الآن إلى حساب U4 لأننا قال ثم نأتي الآن أكيد إلى هذه الآن إلى هذه العلاقة فتصبح لنا ماذا؟ لدينا ماذا نملك؟ نملك أن U2 في U4 يساوينا أربعمائة وتسعة وخمسون الآن U2 هذه أبناء نأتي بها إلى هنا تصبح لنا سبعة عشر في U4 يساوينا أربعمائة وتسعة وخمسون بما أنه في فينتقل إلى هنا تصبح لنا U4 يساوينا أربعمائة وتسعة وخمسون على سبعة عشر وأكيد بالآلة الحاسبة سوف تعطيكم سبعة وعشرون لاحظتم؟ ها قد الآن أبناء حسبنا المطلوب الذي طلب منا إذن عندنا الحدان المعروفان أنه وجدنا U2 يساوينا كم؟ يساوينا سبعة عشر وعندنا U4 كم يساوي لنا؟ سبعة وعشرون فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال أبنائنا تلآن إلى السؤال الثاني قال أحسب بالأساس لهذه المتتالية إذن نكتب هنا حساب الأساس الذي اسمه ماذا؟ اسمه R نحن ماذا نعلم؟ نعلم هذه أن U2 أصبحنا نعامها أصبحت الآن من المعطيات U2 يساوي سبعة عشر و U4 يساوينا أربعة وعشرون وعندنا المتتالية حسابية فماذا تقول القاعدة؟ قلت لكم علينا أن نستغل الآن عبارة الحد العام ماذا تقول الآن هذه؟ لهذا قلت عليكم أن تكونوا حافرين لها تقول القاعدة الذي يوضع هنا الذي يكون ماذا كبير ليس في القيمة إنما في الدليل يعني هذا يوضع هنا إذن نضع هنا الأربعة ونضع هنا الأربعة في مكان الآن وأكيد نضع هنا الإثنان ونضع هنا الإثنان أعيد الذي يوضع في هذا المكان يجب هو الذي يكون أكبر من هذا الذي يوضع هنا ليس بالقيمة يعني السبعة عشر لا في الدليل الآن عندنا إي اربعة ها هي قيمتها تصبح لنا كم تصبح لنا 37 يساوي لنا إي اثنان لهي 17 زائد هذا لهو أربعة ناقس اثنان لهي اثنان في أر ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا 27 ناقس 17 يساوي لنا اثنان في أر دقيقوا هذا مع هذا كم يعطينا عشر يساوينا اثنان في R ومنه R ماذا يساوي يساوي لنا عشر على بما أن هذا قلت في دائما ينقل إلى المقام لا يهم ينقل إلى المقام هذه الكتابة عشرة تساوينا اثنان R هي نفسها اثنان R يساوينا عشر لأنها مساوات ومنه R يصبح يساوينا عشر وهذا العدد ينقل إلى المقام على اثنان ومنه R كم يصبح ابنائي يصبح لنا خمسة وانتهى الأمر فقط إذن لاحظتم يعني هنا حسبنا الأساس على أساس أن يوجد لنا حدان U2 و U4 ويوجد لنا عبارة الحد العام هذه طرق بالدرجة الأولى تخفض يا أبنائي لحل أنواع هذه التمرينات فقط بعدما أنا هنا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى أكتب U1 بدلالة أن يعني المقصد عبارة الحد العام إذن نكتب هنا كتابة U1 بدلالة ماذا بدلالة أن نحن نعلم أبنائي أن قال المتتالية معرفة على أن يعني معرفة تنطلق من U0 نأتي الآن إلى هذه العبارة دقيقوا معي ها هي قال U1 بدالة أن وقلنا أن المتتالية معرفة على أن يعني تنطلق من صفرة معناها نضع هنا الصفرة وهنا الصفرة فتصبح لنا E ماذا E أن يساوي أن E صفرة زائد أن ناقص صفر أن ناقص صفر هو أن في أر الأساس نحن نملكه هو خمسة معناها نصبح لنا E أن يساوي أن E صفرة زائد خمسة في أن لها خمسة خمسة في أن معناها هي خمسة أن لكن الذي بقي لنا هو E صفر علينا أن نقوم بحسابه لاحظوا جيداً نحن ماذا نملك أبنائي؟ نملك أنه E أن قلنا يساوي أن E صفر زائد أن في أر وانتبهوا معي أرجوكم نقطة نقطة أبنائي حتى تتعلموا لكن نحن نملك ال E 2 نملك قيماتها يمكن أن نقول E 2 يساوي أن E صفرة زائد ماذا؟ زائد 2 في أر يقول هذا ماذا تفعل يا أستاذ؟ دقيقوا قلنا E أن يساوي أن E صفرة زائد أن في أر هذا الأمر أول معناه E 2 عوض هنا بإثنان وهنا بإثنان الآن ماذا يبقى لدينا؟ هذا نحن نعلم قيمته لهي كم؟ لهي سبعة عشر يساوي أن E صفرة زائد إثنان في الأساس نحن نملكه هو خمسة دقيقوا أنا أريد أن أقوم بحساب E صفرة فقط تصبح لنا سبعة عشر يساوي لنا E صفرة زائد عشرة ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا سبعة عشر ناقص عشرة يساوي لنا E صفرة ومنه تصبح لنا كم سبعة تساوي لنا كم E صفر يعني E صفر كم يصبح لنا سبعة نأتي بهذه القيمة يا أبني ونضعه هنا فتصبح لنا E أن يساوي لنا سبعة زائد خمسة أن فقط أرجو قد فهمت لماذا أبني لأنه قال هو E آن بدلات أن والمتتالي معرف على أن يعني تنطلق من E صفر لكن E صفر نحن لا نملكه قمت بحسابه إما أن نقوم بحسابه من E اثنان أو يمكن كذلك أن نقوم بحسابه من E أربعة بنفس الخطة كيف لاحظوا وانتبهوا معي هذه مثلا طريقة الأولى يمكن الآن أن يأتي أحدكم ويقول E أربعة يساوينا E صفر زائد أربعة في R التالي أربعة هي سبعة وعشرون يساوينا E صفر زائد أربعة الآن وجدنا هو خمسة تصبح لنا عشرون عفوا تصبح لنا 27 ناقص هذه كم 24 ننقلها إلى هنا سبحانا ناقص عشرون يساولنا اي صفرة ومنه سبعة تساولنا اي صفرة ما هذه الان نأتي بها وننقل وهنا فنجد نفس القيمة فقط ابنائي ارجو قد فاهمتم اذا لما يقول عبارة الحد العالم يجب ان نكون حاسبين اي صفرة واما اذا قال المتتالي معرفة على اي نجمة اي نجمة معناه ننطلق من اي واحد فقط ابنائي بعدما انهينا مع هذا السؤال نأتي الان الى رابعا قال احسب المجموعة اس ان الذي يساولنا اي واحد زائد اي اثنان زائد 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 هذه النقاط معناه تدل على يوجد حدود كثيرة الى غاية اي ان اذا نقول حساب ماذا اس ان اكيد بدلالة ان لاحظوا وانتبهوا معي ارجوكم مجموعة متتالية الحسابية يجب ان تكون حافظينه قانونا على يعني على ظهر قلب لاحظوا كيف معناه ان اس ان المجموع يساوينا قانون الذي عليكم ان تكونوا حافظه هو عدد الحدود على اثنان في الحد الاول زائد الحد الاخير لمن للمجموع هنا للمجموع وهنا للمجموع يعني كيف ذلك ركزوا ارجوكم هذا قانون عليكم ان تكونوا عافظين له اذا لاحظوا جيدا ابنائي سوف نقوم بتطبيق القانون تصبحنا اس ان يساوي عدد الحدود هنا اسمعوا كيف يحسب يحسب الدليل الكبير هذا وتنقسون له هذا وتوضيفون له واحد دائما الدليل الكبير هو ان ناقص دليل النهاء البداية ها هو اذا هذا ناقص هذا يعني ان ناقص واحد زائد واحد يعني بلغة الجزائر السادقة يجب ان توضيفها على اثنان في الحد الاول للمجموع اين هو الحد الاول للمجموع يقول احدكم اي سفر لا يا ابنائي للمجموع ها هو المجموع ليهو اي واحد زائد الحد الاخير للمجموع ها هو اللي هو اي انا هكذا فاولا هذا مع هذا يذهب تصبحينا اس ان يساوي ان على اثنان في اي واحد اي واحد هل نملكه لا نقوم بحسابه عوض هنا بواحد وهنا بواحد تصبحينا كم تصبحينا سبعة زائد خمسة في واحد لها خمسة تصبحينا كم اثنى عشر فتصبحينا اثنى عشر زائد اي 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 اها هي قيمتها نأتي بها ونضعها هنا زائد ماذا زائد سبعة زائد خمسة ان لم افعل شيء هذا عودته بما يساويه فتصبحينا اس ان يساوي ان على اثنان في كم في تسعة عشر زائد خمسة ان هذا هو المجموع وانتهى الامر فقط ابنائي اذا لم افعل شيء انما طبقت القوانين كما هي. بعدما انهينا مع هذا نأتي الان الى السؤال الاخير لكن ركزوا معي. قال ثم عين ان بحيث اس ان تساوينا مئة وسبعة واربعون اذا نكتب هنا تعيين ان حيث اس ان يساوينا مئة وسبعة واربعون. اس ان ها هي ابنائي نضعها في هذا المكان. فماذا تصبح تصبح لنا هكذا? تصبح لنا ان على اثنان في تسعة عشر زائد خمسة ان يساوينا مئة وسبعة واربعون. الان كيف يمكن ان نتخلص? يمكن الان ان نستعمل جداء الطرفين في جداء الوساطين. يعني لاحظوا انتبهوا. ارجوكم. ما رأيكم ان نقوم بذرب هذه المعادلة لنتخلص من الاثنان. نضربها لنتخلص من الاثنان الموجودة في المقام. نضرب هذه المعادلة كليا في اثنان. لاحظوا لما نقوم بذربها في اثنان. اولا ننشر. سبحان الان على اثنان في اثنان. انا اضربها هنا. لكن احدكم يقول هل نضربها هنا? لا يا ابنائي. دقيقوا ارجوكم لان هنا. اعيد وفهموا ارجوكم. لان الان هنا يأتي احدكم ويضرب هنا? لا. هذا كليا يعتبر حد. هذا كليا. انا هدفي هو ان يذهب هذا مع هذا. تبقى لنا في تسعة عشر زائد خمسة انا. هكذا. تسوينا كم? تسوينا من الجهة الاخرى هذه نضربها كذلك قلنا في اثنان. تصبح لنا مائتان واربعة وتسعون. لماذا قمت بضرب في اثنان حتى نتخلص من هذا الاثنان الموجود في المقام فقط. حتى تصبح لنا ان في ماذا? في تسعة عشر زائد خمسة ان يسوينا مائتان واربعة وتسعون. لم افعل شيء حتى الان. انا اقوم بعملية الحساب فقط. الان ننشر هذا في هذا. تصبح لنا تسعة عشر ان زائد خمسة ان مربع تسوينا مائتان واربعة وتسعون. اجعلها معادلة صفرية انقل هذا الى هنا. لاحظوا وانتبهوا. تصبح لنا ماذا? تصبح لنا خمسة ان مربع زائد تسعة عشر ان. هكذا ناقص مائتان واربعة وتسعون يسوي السفر. جعلتها معادلة صفرية. هذا نقلته الى هنا. اولا قلت كان عندنا هنا الاثنان. ضربت هذه المعادلة في اثنان فذهب هذا مع هذا وهنا ضربت في الاثنان. يعني هنا تضرب في الاثنان وهنا تضرب في الاثنان. هذه ذهبت مع هذه. هدفي من ذلك حتى اتخلص من الكسر فقط. ثم هذا نقلته الى هذا نشرت. ثم نقلت هذا الى الطرف الثاني حتى اجعلها معادلة صفرية. حتى لا يقول احدكم ماذا يفعل الاستاذ. بما انها معادلة من الدرجة الثانية افكر في المميز. الذي يسوينا بمربع ناقص اربعة في افي سي. تصبح لنا دلطا يسوينا تسعة عشر مربع ناقص اربعة في خمسة في ناقص مائتان عفوا ناقص مائتان واربعة وتسعون مربع. عفوا ناقص مائتان واربعة وتسعون اعتذر. يصبح لنا دلطا بعد الحساب يعني دائما انصحكم باستعمال الالة الحسبة سوف تعطي لكم ستة الاف ومائتان وواحد واربعون قيمة اكبر من الصف. نقوم بتجذيرها يصبح لنا لما نجذر يا ابنائي هنا تصبح لنا تسعة وسبعون. يصبح لنا ماذا يصبح لنا ان واحد يصبح لنا ناقص بي. ناقص جذر دلطا على اثنان ا. يصبح لنا ان واحد يصبح لنا البي. ها هي قيمته. لهي تسعة عشر معنا ناقص بي. ناقص تسعة عشر ناقص تسعة وسبعون على اثنان في ال ا. لهو خمسة. اكيد هذا العدد لما نقوم بحسابه بالالحسبة سوف نجده عدد سالب فهو لا ينتمي الى ان. يعني نقول مر فوض. لماذا لان هذا ان هو عدد طبيعي ليس عدد حقيقي. ناتي الان الى ان. اثنان يسوينا قانونيا ناقص بي. زائد جذر دلطا على اثنان ا. يصبح يسوينا ناقص تسعة عشر زائد تسعة وسبعون على ماذا? على اثنان ا. اللي هي اثنان في خمسة اللي هي عشرة. نصبح لنا ان اثنان بالالحسبة سوف يعطي لنا ستة وانه ينتمي الى ان. يعني مقبول. لماذا مقبول? لان القيمة هذه عدد. كيف هو عدد طبيعي. اذا نقول قيمة ا. 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 يساين مئة وسبعة واربعون هي ماذا هي ستة فقط ابنائي معناه يعني اي ستة يعني ان وجدناها ستة يعني ستة يساين مئة وسبعة واربعون فقط ابنائي وفي الاخير ابنائي وبنات الاعزاء اتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو ان لم تفهموا شيء اعيدوا الفيديو ولو عشر مرات حتى ترسخ الفكرة في اذهانكم كما ارجوكم ان لا تنسونا بالدعاء لان بالصحة والعافية والترحم على الرحمة الطهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك انها صفحة الاستاذ نوردين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله الى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته